دلوقتي لو انا اكتشفت السرطان في مرحلة مبكرة بيفرق ايه عن لو اكتشفته في مراحل بعد كده؟ يفرق السمم العامة ايه بقى؟ بص بقى احنا بصورة بسيطة كده ما نشرح مراحل السرطان يما ورم في السادي فقط فقط يعني مجرد ورم سرطاني في السادي ما وصلش لسه الغدد اللي مفويل تحت الباطل ان منطقة السادي دي بتصرف على الغدد اللي مفويل تحت الباطل او اللي هنا او اللي جوه السدر لكن الاغلبية تحت الباطل ده بيبقى مرحلة كويسة قوي مجرد ما نشرح الورم السرطاني ده بير موضوع خلص احنا نادرا ما بنعمل استقصال سدي اغلب الحالات بنعمل استقصال تحفظي يعني نشيل جزء السرطاني وساعة نشيل كل الغدد اللبنية وانسجة السد لكن نخلي الجلد عشان العيان يطلع من العاملات بسدرها برضو او بعد شهرين ثلاثة نعمل لها حاجة عادة بناء السد اه ده كلام بطل خالص يعني انا تقريبا بقى اكتر من 8-9 سنين نادرا ما بنعمل استقصال سدي كامل نادرا ولو حصل بيبقى فيه اعادة بناء او حاجة تعوضي لكن لو الست عملت العملية دي وشالت مثلا السدي وعالجت السرطان فيه فرص تانية للرجوع يعني يرجع الورم مرة تانية على حدث بالمرحلة مفروض لا لو فات 5 سنين اي سرطان في الدنيا يا جماعة عشان اقول انك انت خفيت ما اتتبعش يعني انت تفضل تتابع الدكتور علاج الاورام لحد 5 سنين لاي سرطان في جسمك انا عشان اقول اوكي يعني خف بعد 5 سنين بعد 5 سنين سليم مش 5 سنين وعنده خلايا سرطانية وعيش ودولات بقى عندنا التكنيكس احنا الحقيقة في مصر تقريبا مفيش فحص موجود في حتة في العالم مش موجود عندنا في مصر فيما يخص سرطان السد وكل الاورام مصرطان وده يعني مرحلة متقدمة جد لو السرطان في السدي بس ما يوصلش الغدد اللينفوية ده يبهيل فاي عملية سرطان السدي لازم باشيل الورم سواء كله او معاها انسجة من السدي معاها ربع سدي معاها انسجة السدي وكلها بغض النظر لكن لازم اشيل الغدد اعمل تفريغ للمنطقة بتاعة تحت القبط من الغدد اللينفوية تمام لو عملنا تحليل بسولوجي قال الغدد اللينفوية مش لقطة يعني ما فيهش خلاوية سرطانية ده يبقى مرحلة بدري قوي وممكن في المرحلة دي يخف حتى في بعض الحالات ممكن ما ياخدش كيماوية ولا إشعة ده ده لو اكتشفت مبكرا مبكرا وده الفايدة الحقيقة ان انا هتراحل من فكرة الكيماوية والإشعة والكلام ده الناس اللي بيبقوا سرطان سدي في السدي فقط ما وصلش الغدد اللينفوية نثبت انه يخف قرب 100% يخف تماما ما يكونش يوصل للكبد ولا المخ ولا العضم ولا ولا المبايد ولا حتة خالص طب لو وصل الغدد اللينفوية ده بالنسبة للمرحلة تانية خالص كده غصبا عني لازم ياخد كيماوي وياخد إشعة طب لو وصل مرحلة أعلى بقى راح للرقة أو الكبد أو العضم أو المخ ده كده مرحلة تانية خالص فالأفضل ان انا اكتشف ده مبكرا اتنين حاجة حلوة في السرطان السدي ظهر وجديد أو مش هما من زمان بس انتشروا عندنا في مصر اسمها المستقبلات الهرمونات يعني ممكن عياني يبقى عنده سرطان سدي ووصل الغدد اللينفوية وانتشر كمان في حتة تانية في جسمه ويخف اه ازاي؟ لو السرطان ده بيتغزى على هرمون الاسترجان روح اناديله برشام يمنعه من هرمون الاسترجان فييموت وممكن ساعتها ما ياخدش كماء ولا شاعي ده اسمه علاجه هرموني بالسرطان وده ملوش اثار جانبية؟ ولا الهواء دي فكرة جديدة؟ ولا الهواء دي دخلت مصر امتى؟ موجودة عندنا من زمان يعني انا في معد الاورام من بداية الالفنات موجودة عندنا من زمان قبل ما سافر انجلترا حتى لكن انتشرت وتحليلها تقدمت جدا بتدين نقسمها كذا هرمون ريسيبتر ودرجات وحاجات كتير مبالك بقى لو العيان سرطان سادي في السادي فقط ولسه ما وصلش لغودة اللينفوية هل تعامل أسر بكثير؟ وعنده المستقبلات حسية ريسيبترز للإسترجين فبندوله برشان بياخدوا خمس سنين بس كده؟ ولا كيماوي ولا شاعي ولا تدخل؟ لا لا اي سرطان لازم يتشاهل لازم اي بقى فيها طبعا عشان احلله ولازم يتشاهل بسيفتي مارجن عندنا فكرتين غلط بدايقونا ساعات ينتشر يا جماعة مفيش جراح أورام أنا أو غيري عارف يعني أورام بيضرب مشرط في ورم سرطان احنا بنشيله من اللي حواليه يعني أنا عندي الورم هو انا مش هشيله كده انا مش هشيله حواليه اه حواليه اسمها السيفتي مارجن ولازم دكتور البسولوجي لما بعت له التقرير اناول حاجة باشوفها السيفتي مارجن فري ولا لو قل الحتة دي فيها ادخله عاملية تاني ونشيل حتة اكبر عشان كده بقى النقطة الجديدة والنقطة دي مش جديدة قوي بس انتشرت احنا شخصين في المستشفى عندنا مسبتين احنا بنعمل حاجة اسمها تحليل فوري لأورام او حاجة اسمها عينة متجمدة او اسمها فروزين سيكشن دي بتتخذ زي يعني الطريقة الكلاسيكية انه عيان عنده كل كيعة ورم في السادي عملنا صنار عملنا مامو جرام عملنا تحليل الورم ده بفحص ايدي وبالاشعات قلت الورم ده هايلي ستبشة درجة واحد يعني حميد 100% درجة اثنين 95% حميد درجة تلاتة ربما ما بين دي ودي درجة اربعة غالبا خبيث درجة خمسة اكيد خبيث يعني من غير بعمل عمله ومن غير ما اعمل تحليل بعد ما انا وصلت بيبقى قدام حليل اما اخد عينة بابرة اسمها فاين نيدل ده كلام مظبوط انا شخصين مش من المشجعين فاين نيدل دي لسبب ايه لان انا عندي معمل باستولوجي جوه المستشفى يعني انا عندي دكتور باستولوجي بيعمل لعينة فورية واحنا جوه المستشفى فايلي خلين اخد عينة بابرة وبعد اسبوع عشر تيام بعد ما شكشك بابرة وادخل جوه الورم السرطاني تظهر النتيجة بعد اسبوع والعين يتفاجئ انها سرطان وياخد رأي 3-4 ده كترة تانين وروح يتصل بقرايبه في الصعيد وقرايبه هنا يكون فات شهر فاحنا بنعمل ايه الاورام اللي فيها شك بندخل العيان في العامليات مرة واحدة بنشير الورم فقط دكتور الباستولوجي بيبقى معايا جوه العمليات بيطلع نتيجة ال وانا في الاخلال تلت ساعة والعيان نايم قال للورم حميد غرزتين يابني وقف له روح قال للورم خبيس ونوعه ايه عشان احنا لنا درجات في نشاط الخلايا ساعتها قرر يعمل سلطة حفوزي يشر ربع السادي بس يعمل تفريغ للسادي يعمل كذا واشيل معها الغدد اللي انفويل تحت البط والقرر ببسرية فوري فوري